فيه آيات في العهد القديم بتمر علينا أحبائي أحيانا مرء الكرام خليني أقرأ بعض الآيات من سفر الأمثال إصحاح 30 وفي هذا السفر هو كلام شخص واضح من الأمثال اللي بيتكلم فيها أنه كان شخص أو رجل حكيم واضح أنه كان هو معلم ومختبر واضح كان عنده تلميذ وفي إصحاح 30 مكتوب كلام أجور ابن متقية مسة يعني واضح أنه جاي من عيلة طقية وحي وكلمة وحية نفس الكلمات اللي تكلمها إشعياء وحي إشعياء بن أموس فإذا بيتكلم في الوحي وحي الله وحي روح القدس وحي هذا الرجل وبيذكر يعني إلى إثئيل إلى إثئيل وأكال هدول اسمين طبعا وحتى أجور معنا معلومات كثيرة عنهم لكن ندرك من خلال هذه الشخصيات أنه هو رجل كبير وعن بيكلم جيل تاني اللي هو إثيل وأكال وعن بيكلمهم ولربما هذا الجيل التالي زي الجيل اليوم عم بيستجوب الكبار وشو الحكمة شو المعرفة وعلى فكرة هاي الأجوب بيتكلم عنها إشعياء وأيضا أيوب يعني بيتكلم بنفس الصيغة عن هذه المعرفة بعدين بقولهم طب تعال أنا جايكم من الآخر اسمعوني اسمعوني اسمعوا كلام الحكمة اللي أنا راح أتكلمكم عن بتقولوا عني شو ما تقولوا قولوا لكن إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان ولم أتعلم الحكمة ولم أعرف معرفة القدوس مع إنه في طيات هذه الكلمات هو عنده الحكمة والمعرفة ومدرك صفات الله أو صفات الله القدوس ولكن هون أحبائي كانوا بقول طب سمعوني بتكتقولوا إنه أنا أبلد ومعنديش المعرفة ومعنديش الحكمة طبعا بيسأل ست أسئلة ومن خلال ست أسئلة واضح إنه عم بيعطي إعلان عظيم جدا من خلال إنه إنه هو فعلا مش بليد ولا هو حكيم ولكن عندما تصل هذه المعرفة بتصير معرفة عجيبة لا يدركها الإنسان المحدود السؤال الأول من صعد إلى السماوات ونزل؟ هذه الآية بتتكرر في العهد القديم وفي إنجيل يحنى إصحى ثلاثة من جمع الريح في حفنتيه؟ من صر المياه في ثوب؟ سؤال نمرة أربعة من ثبت جميع أطراف الأرض؟ عم بيسأل هذه الأسئلة التي بتعبر عن المعرفة الإلهية عن المشيئة الإلهية عن عظمة الله في الخليقة لأن هذه الأسئلة يعني منصعدة إلى السماوات ونزل طبعاً إحنا عارفين أنه يسوع بتشوفها في رسالة يحنى وبيكمل في هذه الأسئلة واضحة أنه كلها بتعبر عن جلال وسيادة وعظمة هذا الخالق العظيم بيصل للسؤال الخامس بقول ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟ يلا بتتشاطروا علي قولي وعلى فكرة هي في العهد القديم يعني في أيام سليمان يعني فيك تقول حوالي ألف سنة قبل الميلاد وحي يعني إعلان بيتكلم عن هذا السؤال العظيم ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟ فطبعاً الجواب هو في العهد الجديد اقرأ إنجيل يحنى الإصحاح الأول وبتشوف أن هذا الاسم هو يسوع المسيح كلمة الله فإذا هذا الاسم عجيب هذا الاسم معلن بل أعلن في شخص الرب يسوع المسيح اللي به وله كل الأشياء الذي به أيضاً عمل العالمين هذا الاسم العجيب هو يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم اشتركوا في القناة